بسم الله الرحمن الرحيم كل سنواته طيبين احنا بعد العيد عايزين ناكل كده بسيط وسهل وسريع عملنا الكفتة الامر اللي قدامنا دي يلا بينا كده على الفيديو نشوف عملنا هزا اول حاجة معي سدر فرخة قطعته كده اي تقطيعه وححطه في الكبه بتاعتي وهفرمه او زي ما انت شايف بعد ما فرمته كده في الكبه معي بقى المكونات اللي هتشوفها دلوقتي وبرضو حفرمها في الكبه بتاعتي او زي ما احنا شايفين معي هنا بصل معي فلفل معي قرن فلفل حامي ومعي مكعب من التوم ومعي عودين من الكسبرة الخضر هحط كل ده في الكبه وحفرمه فرم ناعم او زي ما انت شايفه ويلا بينا كده نشوف الخطوة اللي جاية هنعمل ايه طبعا انا حطة ارني سبايسي انت مش عايزة تحط سبايسي براحتك عايز تحطي كله بارد براحتك كده بقى حطيناه اللي احنا فرمناه في الكبه على الفراخ بتاعتنا اللي احنا فرمناها هنزل عليها بقى بالبهارات بتاعتي اللي انا حطيته دلوقتي قدامك ده دي مرأة مرأة فراخ مرأة فراخ بودرة دي بتتبقى عند العطار وطبعا دي بتتعمل زي التوابل بالظبط يعني ما تخافيش منها وما فياش اي قلق وبتدي طعم جميل قوي لكفتة الفراخ وطبعا حطيت مهارات كفتة وحطيت معلقتين من البقسمات اللي هو الفيجيتار اهو او الارانيطا وخلي بالك اغلب المكونات اللي احنا حطناها في التوابل دي بيبقى عليها ملح يعني ما تحطيش الملح بتاعك الا لما تدوقي الاول العجينة بتاعتك وتشوفيها محتاجة ملح ولا لا وطبعا حطيت عليها توم بودر وحطيت فلفل اسمر وحطيت بابريكا حمسك بقى كل المكونات بتاعتي كده بالبهارات وحطيت معلقة من البيكينج بودر معلقة من البيكينج بودر طبعا بيكينج بودر طبعا عارفين ان هو بيخلي الكفتة هشة وجميلة ومتبقاش معاك ملكومة ولا اي حاني حمسك بقى كل ده وحقلبه كده مع بعديه وحيبقى عندي عجينة في منتهى الرواق هذه العجينة بتاعتنا بتاعت الفراخ ويلا بنا كده نشوف هنشكلها زي على مقوار بقى على عيدان ششتاوك على اسياخ عندك براحتك عايزة تعمليها برضو بأيديكي حتى تطلع معاك برضو في منتهى الجمال او زي ما احنا شايفين طبعا انا محطتش اي اضافات على الكفتة بتاعتي تضيع طعم الفراخ بتاعتي وحتشوفي كمية بتاعت سدر الفخة هتعمل معاك كمية في منتهى الجمال هتعمل منها الاكل وكمان هنفرز منها فلفل ريسة اهو دي ميت بصل عليها معلقة من السلسة المعلبة عليها ملح وعليها فلفل وعليها معلقة من الزيت وبقى بتلقي ديكي كده وتصبعي الكفتة بتاعتك او زي ما انتشايف طب تعالى بقى نعمل شكل تانى احنا عملنا هو شكل من الكفتة اللي هو المتعرف علينا نعمل شكل برضو تانى بالكفتة بتاعتنا احنا عملنا كمية اهي وتعالى نشوف بقية الكمية بتاعتنا هنعملها شكلة هاي اه معايا هوت لسه فيه فيه ما شاء الله العجينة بتاعتنا ربنا نبارك فيها هنعمل الشكل ده زي ما انتشايفة كده و همشي عليها كده باستكينة كده هخططها كده باستكينة هدي ديني شكلة حلو كده و هعمل طبعا لحد ما اكمل كمية العجينة بتاعتي و طبعا كل اللي احنا عملنا ده من صدر فرخة ولا حطينا علي عيش ولا حطينا علي برغل ولا حطينا علي اي حاجة ولا بطاطس تضيع طعم الفراخ اهو زي ما انتشايفة كده خططيها كده باعمل اي شكل يعني بشوكة بسكينة زي ما انت عايزة و يلا بينا كده على الطاصة بتاعتنا و نشوف هنعمل ايه طبعا ممكن تحطيها في فصانية و تحطي تحتها شرايح من البصل كده والطماطم و تدخليها الفرن حتطلع معاك في منتهى الروعة بس انا النهاردة عاملها كده على المتجاز من فوق كده اكلة سريعة كده و عيش كده و صلطة و طحينة و هتبقى اكلة في منتهى الروعة في منتهى جميل و مفيش اخاف ولا اجمل من كده ادي الكفتة بتاعتنا ايه هنحمرها بقى في الزيت يعني لها كذا طريقة ممكن تعملي لها ان شاء الله عليها ايه تحمرت ايه طبعا اه يعني انت لو عايزة اكلة سريعة مستعجلة و اه ولدك عندهم اه دروس اه راحي المدرسة ممكن تعمليها مش هتاخد معاك وقت خالص و ممكن تعمليها و تفرزيها و تشيريها عندك في الفريزر و حواركي دلوقتي الكمية اللي هتتبقى معايا انا هعمل فيها طبعا احنا كلنا طالعين من رمضان و العيد و الاكل الدسم بقى و رمضان كل يوم اكل بقى و يعني حاجات كلها ايه تقيلة احنا بقى عايزين ناكل حاجة خفيفة كده و عايزين نغير اعملي الكفتة اللي الجميلة دي ماخدتش اي حاجة و مكوناتها موجودة في كل بيت يعني انا محطتش اي حاجة ممكن تكون مش موجودة عندك و انت بنفسك ممكن تجيبي برضو الفرخة وتخليها باديكي وتعملي بيها اللي انت عايزين شايف الكفتة جميلة ازاي؟ والله الكاميرا يعني ظلمها ادي بقى الشكل التاني اللي احنا عملناها من الكفتة ما شاء الله عليها طعمها و راحتها في منتهى الجمال الريح يا جماعة والله حاجة كده ما شاء الله ادي الكفتة بتاعتنا هي يعني اكلة ما خدتش في ادين ثواني يعني تقدري ما فيش يعني وقت خالص تعملي كل الكمية اللي انت شفتها دي ادي الكفتة هي بسم الله ما شاء الله طلع في منتهى الريح في منتهى الجمال حاجة كده ما شاء الله و ادي الكمية هي اللي احنا هنشيلها ادي حطينا بقى الشكل ده تحت و هنحط برضو طبقة تانية فوق اهو تحطي بينه الطعو عن اكياس و تشيلها عندك الفريزر طلعها بقى جنب مكرونة جنب رزب شعرية جنب عيش و طحينة وصلطة حاجة كده ما شاء الله ما شاء الله كفتة جميلة و اكلة سهلة و بسيطة و سريعة و ما فيش لا ابسط ولا اسهل من كده وبقى الفهنا و شيفها اشتركوا في القناة смотрите المهمام 有 ما شاء الله المهم انه هنا اشتركوا في القناة قناة